بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم علي أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم أبنائي طلاب الثانوية العامة يوم جديد يوم سعيد عليكم مع اللغة العربية فارع النحو أهم فروع اللغة العربية أهلا بكم في يوم بإذن الله سيكون سعيد عليكم هيا بنا نبدأ يوما درسنا اليوم أبناء الطلاب عن وحدة كاملة في منهجنا تسمى النواسخ هذا الاسم مر علينا من قبل النواسخ بتغير في الجملة فاخدنا قبل كده كانوا أخوتها تمام صح كده نشوف كان أخوتها كده ونفتكرها مع بعض بسرعة إيه تعريف كانوا أخوتها كانت بنعرفها أن هي أفعال ناقصة ناسخة كنا بنقول ناقصة يعني إن ملهاش فاعل تمام وناسخة إن هي بتغير حالة الرفع إلى حالة النصب يبع عرفنا معنى كلمة ناقصة ناسخة يبعى أن ناقصة ملهاش فاعل وناسخة بتغير الرفع إلى نصب بتدخل على الجملة الإسمية وترفع المبتدأ وبنسمي اسمها وتنصب الخبر وبنسمي خبرها ودي معلومات سابقة تعالوا نشوف مثال كده سريع مثلا كن مكتهدا تكن في المقدمة هذه كان هيئة وجاي منها فعل الأمر كن ومكتهدا كن أنت مكتهدا كده هيئة غيرت مكتهد لأن الجملة كانت أصلها أنت مكتهد فخلته منصوب فهي كده ناسخة خبر كان منصوب مثال آخر لا يزال الحر يدافع عن نفسه وهنا برضو نفس القصة إن الحر هنا ما يتعربش فاعل ده يتعرب اسمي لا يزال تعالوا كده نشوف أخوات كانة نفتكرها مع بعض أنا حابب أفكركم بعض الحاجات اللي فاتت علشان نقدر نمشي كويس جدا في الإجابات عن الأسئلة اللي أنا مجاهزها لكل نوض أخوات كانة زي ما ظهر قدامنا كده أصبح وأطحى وأمسى وباتى وصارى وظل وما زال وما برحة وما فتئة وما انفكة وما دامة وليسة نبقى هم 13 فعل فيه بقى ملحوظة مهمة واكتب معايا أو صور معايا اكتب معايا كده فيها فعال بتعمل عمل كانة مش من إخوتها اللي فات دول وبتدول على معنى صارى زي إيه مثلا كده يلا سجلوا معايا مهم جدا تلت سنة عادة آضة غدا استحالة ارتد تحول راحا قلبة تبدل رجع يا ده أفعال كنت بتمر علينا قبل كده ما كناش واخدين بلنا منها عاوزينكم بقى تاخدوا بلنا منها شوية وتشوفوها لأن ديت بتشتغل نفس العمل نفس العمل بتاع كانت لأنها بتكون بمعنى صارى ناخد مثال لا ترجعن بعد كفارة نعرف بقى كفارة خبر خبر اللي ترجعن وترجع ديت آه بمعنى تصير لا تصيرن بعد كفارة يبقى إذا هنا الفعل ترجع من اللي هو رجع وجايبين المدارع منه وكده أصبح يعمل مثل كان منطق لملحوظة أخرى مهم أولادنا النهاردة يسجلوا معايا الملحوظات ديت في درس النح أنا جايب لكو حاجات جميلة جدا عاوزكم تستفيدوا منها تعالوا شوفوا كده يجوز حزف كانوا اسمها بعد إن ولوم تعالوا نشوف المثال تقبل النصح ولو مرة أي ولو كان مرة يبقى إذا المرة ديت خبر كان المخزوفة أبناء الطلاب طيب ممكن تأتي كانة تامة وديت لما ترفع فاعل لو لأنها لعب ناقصة مش فاعل تامة تبقى لها فاعل وتكتفي بالمرفوع اللي هو الفاعل ده مثال نزل المطر فكان الخير وبيبقى معناها متغير يعني معناها هنا هيبقى حدثة وقع حدثة الخير وقع الخير علينا ننتقل نشوف أفكركم بكادة وأخواتها وديت من النواسخ زي كانة كده من النواسخ ولأ أخوات أيضا نشوف مع بعض كده نفتكر تعريفها برضو هتبقى أفعال ناقصة ناسخة أفعال زي كانة وناقصة ناسخة وبتدخل على الجملة الاسمية زي كانة ده متشابهة جدا ها بترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر وهيسمى خبرها للمدارع وكادت الثورة يعني أوشكت قربت على الحدوث كادت الثورة تنتصر على الانتصار إذن الثورة اسم كادة وقملة تنتصر هي خبر كادة حرى الله أن يستجيب الدعاء برضو نفس القصة الله لفظ الجلالة العظيم وهو ليس فاعل ولكنه اسم حرى وخبرها أن يستجيب الجملة الفعلية يستجيب اللي صدرت بأن المصدرية أفض الجو يعتدل عزى الله أن يهدينا إذن ننتقل إلى أخوات كادة نتعرف على أخواتها وانقسمها تنقسم كادة وأخواتها إلى أفعال المقاربة وهي كادة وكربة وأوشكة تدل على الكرب وأفعال الرجاء وهي عسى وحرى وخلولقة تدل على الرجاء للأمر ثم أفعال الشروع وتدل على الشروع والحدوث شروعاء أخذ بدأ أنشأ هب طفق جعل راحة تمام وقم اقتران خبر كادة بأن يقل مع كادة وكربة إذن خبرها كادة وكربة ما يجيش معاهم أن يقل طب ممكن يجي ممكن يجي أبناء الطلاب لكنه يقل تمام نشوف كده أو شك وعسا يكثر يكثر مجيء معها مع خبرها أن ثم حرى وخلولقة وهنا يجب يجب أن يأتي الخبر المصدر بأن خبر الجملة الفعلية يجب وجوب يبا إذن عندي قلة عندي كثرة وعند وجوب وأخيرا امتناع وهي في أفعال الشروع مرة عينة في الشريح اللي في إنها بدأ وشرع وهكذا ننتقل إلى إنا وأخواتها إذن أخذنا كانة أخذنا كادة وهي أفعال نأخذ إنا وهي من النواسخ تعرفها مش أفعال بقى هنا إنا حروف حروف ناسخة ناصبة وبتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمي اسمها وترفع الخبر ويسمي خبرها بتعمل عكس عمل كان وكان وهو بيتشبه في إنهم ناسخ ويتشبه في إنهم يدخلوا على جملة إسمية نشوف مثال إن العلماء نور يبا لو هنعلم إن دي حرف ناسخ أبناء الطلاب والعلماء اسم إنا ونور خبر إنا اسم إنا منصوب بالفتحة ونور خبر إنا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة منطقة لأبناء الطلاب تكسر همزة إنا في حالات عندنا إن وأن ده درس خاص في ثالث سنو إذا كانت الدروس اللي فاكت اللي احنا شرحناها من شوية فكرناكم بدروس سابقة فإنا كسر همزتها وفتحها في هذا العام في الصف الثالث السنو متى تكسر همزة إنا في أول الكلام أبناء الطلاب تعالى أتكلم كده فأتقول إن العلم نور إن العلم نور بدأت الكلام إذا سبب كسر همزة إن أنها في بداية الكلام أو أنها في أول جملة الصلة أحترم الذي إنه صادق في أول جملة الحال سمعت الخطيبة حاله إيه؟ وإنه يخطر وإنه فدي وهو الحال وإنها دي جملة الحال إن وجاء حال الخطيب اللي هو معرفة إذن سلاس حالات أمامنا الآن أول الكلام أول جملة الصلة أول جملة الحال أبناء الطلاب أول 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 افتكروهم كده دايما طيب ننتقل إلى موضع أخرى لكسر همزة إن في أول جملة القسم والله إن الحق لمنتصر هذه القسم والله بداية جملة القسم إن الحق لمنتصر لابد أن أكثر همزة إن في أول جملة مقول القوم أي بعد قال وما يفيد القول مش لازم كلمة قال ما يفيد القول أخبرني إذن مثل قال قل إن هدى الله هو الهدى بعد ألا الاستفتاحية ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن بعد ألا بعد حيث أجلس حيث إن المكان مريح دايبنا الطلاب بيعفى كثير من الطلبة أو من الناس يقولوا حيث أن لكن المفروض والصواب حيث إن بعد حيث ننتقل إلى مواضع فتح همزة إن بعد أن تبقى إن تبقى أن شرط إذا وقعت مصدرا مؤولا نفتح همزة أن نقول سرني أنك حر أنك حر في مصدر مؤول من أن وإسمها وخبرها في محل رافع فاعل في محل رفع نائب فاعل عرف أنك حر وفي محل نصب المفعول به علمت أن صوت الحق عال وملخصها إذا وقعت مصدرا مؤولا تمام أبناء الطلاب تفتح حمزة أن تفتح في محل رفع المبتدأ في علمي أنك صادق أيضا مصدر مؤول أنك صادق أو في محل رفع الخبر اعتقادي أنك صادق أو في محل جر اسم المجرورة والمضاف سرورته لأنك صادق إذن كلها اختلفت المحل ولكن كلها اعتمدت على المصدر المؤول أن وإسمها وخبرها نأتي لآخر موضوع معنا اليوم لن نافية الجنس نذكركم بقى سريعا حرف ناسخ يبقى احنا أخذنا فعلين ناسخين كينا وكادا بناخد حرفين ناسخين إنا ولن نافية للجنس حرف ناسخ ناصب بيعمل عمل إن وبيدخل على الجملة الإسمية ونفس العمل لكن لها شروط أن تكون لنفي الجنس للوحدة تم في الخبر عن جنسها كل أن يكون اسمها نكرة أو مضاف لنكرة لا إليها صحا أن يكون معرفة ألا يفصل بينها وبيدنا اسمها بفاصل وألا تسبق بحرف جري أربعة شروط لابد من تحققها لكي تعمل لن نافية للجنس عمل إن لكي تعمل خالات اسم لا قد يأتي اسم لا مفرد ويبنى على ما ينصب به مثل لا أبوين مقصران فأبوين اسم لا مبني مفرد مبني على الياء جلنا سؤال يقولي إزاي نميز بين التمييز والحال التمييز ده بيبقى كلمة جامدة وخدت أنت أمثلة لها زي مثلا نعمة عملا الصدق أو نعمة قولا الصدق أو نعمة عملا مذاكرة فعملا بتعرف تمييز وبتقول بتفرق ما بينها وما بين الحال الحال بتأتي مشتقة وتأتي لوصف ما قبلها ونسأل عنها بكيفة نكمل مع بع حالة اسم لا خدنا المفرد بناخد المضاف تمام وبيبقى منصوب في الحالة دي زي لا طالب علم كسول حصلت إضافة هنا لطالب علم أو شبيب المضاف وأيضا ينصب لا قائلين حقا مكروهون وتبقى قائلين اسم فاعل تبقى شبيب المضاف وجاي معها النون لو أبناء الطلاب خدنا بنا إن النون هنا لا تكتمع مع الإضافة سواء النون المثنع أو نون جمع المذكر السالم أو التانوين أيضا لا يكتمع مع الإضافة لا قائلين حقا مكروهون جلنا سؤال برضو بقول حقا مش هي مفعول مطلق حقا مش دائما مفعول مطلق هنا لا قائلين حقا أي يقولون حقا تمام يبقى هنا حقا دي مفعول به لقائلين اللي هو اسم الفاعل تمام برضو جلنا سؤال يقول إزاي يميز بين الفاعل ونائب الفاعل نائب الفاعل إنه بتبقى فعل مبني المجهول أو بعد اسم مفعول الفاعل نفسه شوف الفاعل زي مثلا يؤكل يشرب دوري بالولد إذن لم أذكر الفاعل هنا والفاعل هنا تغير شكله وتغير ضبطه فأصبح ما بعده نائب فاعل نشوف لا سيما ويا ريت نكتب مع بعض الجزية دي مهمة جدا لنا أبناء الطلاب مهمة جدا 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 لا سيما وهي من لأنا فيها للجنس تطبيق مهم ويجي عندي سييا ودي اسمي لا سييا اسمي لا أبناء الطلاب دي ريت نركز في دي كويس جدا تمام وبيبقى منصوب غالبا وعندي ما اللي ماسكى في سييا وديت لها كذا حالة ثلاثة ممكن تبقى يرسل موصول مضاف إليه ممكن تبقى ناكرى مهمة أو ممكن تبقى زائدة مهملة يبقى لها أنواع تمام طيب واللي بعد لا سيما بقى تعالوا مثلا نشوف كده لو بعد لا سيما ما عارفة ممكن يبقى مرفوع أو مجرور فلو مرفوع نعرفه خبر تمام ومبتدأ ومحذوف وحبه اللغات لا سيما اللغة العربية يبقى إذا اللغة هنا نعرف أبناء الطناب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي اللغة أو يكون ناكرى منصوبة وديه التمييز اللي كانوا بيسأل علينا من شوية يقول التمييز تمام زي مثلا أو أحب اللغات لا سيما لغة يبقى هنا تمييز لغة أو إذا كان معرفة أيضا ولكن تأتي بمجرورة لا سيما اللغة العربية تبقى هنا إيه؟ تبقى مضاف إليه تعالوا نشوف التدريبات أبناء الطلاب ونستمتع مع بعض تدريباتنا تدريبات مهمة جدا زي لا رجل أفضل منك هل بقى الإعراب هنا خبر لا اسمي لا خبر لا مرفوع نعتي مرفوع لا رجل أفضل منك خبر لا منصوب قال لا وفيه خبر لا منصوب يا مستر وفيه خبر لا منصوب آه هنا لا يا أبناء الطلاب بمعنى ليس ده هنا لا بمعنى ليس وبنيتلي من كلمة راجلون خدوا بالكوا ناكرة لا راجلون منونة وبالرافع وحطتلي رافع يبقى أفضل ما كان أجمل الحياة نوع كان هنا يا أبناء الطلاب ناقصة ولا تامة ولا زائدة ولا ناسخة طيب نشوف كده يا أبناء الطلاب زائدة طيب إزاي بقى يا أستاذنا كده بقت زائدة فعلا لإن منكم ممكن أخذفها اسلوب التعجب يا أبناء الطلاب وذكر أداة التعجب في الآخر هو آخر الجملة تمام أحسنتم أبناء الطلاب ننتقل إلى غضى الامتحانه سهلا نعرب كلمات سهلا هل حال ولا مفعول مطلق ولا خبر غدا ولا مفعول به آه خبر غدا غدا دي أبناء الطلاب إحنا كنا شفناه فين في الأفعال اللي هي بتعمل عمل صار الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير كلمة خير تعرب اسم إنا ولا خبر كان المحزوفة ولا خبر إنا ولا مفعول به أبناء الطلاب الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير كلمة خيرا تعرب طبعا فعلا إن خيرا فخير أي إن كان خيرا هو خبر كان المحزوفة قلناها دي أبناء الطلاب وقلنا كان ممكن تحزب بعد إن ننتقل ما زال اللون عن السوب ما زال اللون في السوب كلمة اللون تعرب على الترتيب أبناء الطلاب ركزوا معاناавай وراء وألم مسجلوا الأسئلة دي جميلة لكم اسم مازالة على الترتيب بقى الأولى اسم مازالة والتانية فاعل الله خبر مازالة وااسم مازالة والاسم مازالة وخبر مازالة ما زال اللون عن وما زال اللون فيه شفتوا أبناء الطلاب حرف الجر ممكن يغيرني معنى وطبعا الإعراب فرع المعنى فلازم نركز جدا الإعراب فرع المعنى اعرف المعنى كويس عشان تعرف تعرف ما زال اللون عن الثوب وما زال اللون في الثوب فعلا أبناء الطلاب ما زال اللون عن الثوب هنا ما زال تام تصبح فاعل وما زال اللون في الثوب هو اسم ما زال أي موجود ما زال موجود المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله حكم اقتران خبر كاد كتابئاً هل واجب ولا يقل ولا يكثر ولا يمتنع سهل أبناء الطلاب تمام يقل كادا يقل أخذ الطالب ويكتب بنفسه وأخذ الطالب الكتابة بنفسه كلمة الطالب نعرب على الترتيب اسم أخذة ولا فاعل وخبر أخذ اسم أخذ اسم أخذ وخبر أخذ ولا فاعل واسم أخذ أهم حاجة أبناء الطلاب افهم المعنى وأهم حاجة رتب كلامك أخذ الطالب يكتب إنما هنا أخذ الطالب الكتاب طيب تعالوا كده نشوف أخذ الطالب يكتب بعد أخذ في جملتها في فعل اللي هو فعل مدارع يكتب وفي الجملة الثانية أخذ الطالب الكتاب ده اسم على طول يبقى أخذ الطالب الكتاب إحنا متفقين إن الطالب هنا فاعل وإن الكتاب مفعول به مفعول به الكتاب إنما الطالب فاعل طيب في الجملة الأولى في الجملة الأولى يبقى اسم أخذة لأن جي فعل أخذ الطالب ويكتب يبقى عندي هنا اسم أخذة وعندي فاعل أحسنتم أبناء الطلاب مشاركة جيدة منكم يلا أعمل لكم برضو لغزي كمان كده نخوي وتركزوا معايا أوشكت أن تنتهي الدراسة وأوشكت الدراسة أن تنتهي يسألني عن كلمة الدراسة تعرب على الترتيب إيه نركز أوشكت أن تنتهي الدراسة تمام وأوشكت الدراسة أن تنتهي فعلا الأولى فاعل لتنتهي تنتهي الدراسة إيه اللي تنتهي الدراسة بس فيه أوشكت يا أستاذ آه تمام بس فيه تنتهي الدراسة تمام كده وأوشكت بعيدة عن الدراسة بعيدة عن الاسم اللي أنت بتفكر أنه ممكن يكون اسم أوشكت فهي بعيدة عنه ما ينفعش نقول اسم أوشكت وما ينفعش هنا تقديم الخبر على الاسم للأفعال دي طيب وأوشكت الدراسة إذن أوشكت هنا مرتزقة بالدراسة مباشرة وخبر جملة فعلية ومصدرة بأن تمام يبقى اسم أوشكت تعالوا أبناء التناب نشوفكم كده في مثال جديد ونقول عساكم بخير هل بخير شبه الجملة دي في محل رفع أم في محل جزم أم في محل جر أم لا محل لو من الإعراب طيب أنتوا كده بتجاوبوا على أساس أن عسا فعل ناسخ طيب وأن كوم دي هتبقى الاسم طيب وخير دي أنت هتقوله الخبر طيب ما إحنا كنا بنقول في عسا اللي هي فعل ناسخ كنا بنقول إيه أبناء الطلاب كنا بنقول الخبر يكون إيه جملة فعلية تمام إحنا إحنا إيسا بنفسر هل عسا دي فعلا عسا دي اللي هي فعل ناسخ بتاعنا فين الخبر اللي هو جملة فعلية لازم يكون خبر جملة فعلية أبناء الطلاب واتكلمنا عنها طب فيه كمان فكرة هو يقول عساكم طب هو جايب كوم انت عارفيني ان الدمير كوم ده بيقاتي في محل النصب ومحل الجر ولا يقاتي في محل الرفع لا بيجيش في محل الرفع على بناء الطلاب هو لو في محل جر لازم هيكون قبلها بقى ايه حرف جر زرف مثلا عشان تبقى هي فيها الجر انما هنا عسا عسا الفعل والكم الدمير عاوزكم تفكروا يعني ان احو مثلو ان انت بتفكر مش بتجاوب بس حاول تفكر في قيمة السؤال وازاي السؤال جالك طيب تجوا مفكر بطريقة تانية ان عسا دي ها ممكن ما تكونش فعل خالص عسا ما تكونش فعل لان ايه لو الفعل اللي احنا شغلين عليه كان هيجي وراها اسمها وخبرها الجملة الفعلية لانما ده ما حصلش معايا فعسا هنا ممكن ما تكونش فعله خالص انما ممكن تكون ايه مستر اه ممكن تكون حرف ناسخ حرف احنا خدنا الحروف الناسخة ما خدناش عسا فيها انا سمعك اه وصدقوا علي تمام انت خدت اينا وانا صح وخدت لانا في الجمس النهاردة ولا سيامة خدت الحاجات دي كلها مخدتش فاها عسا حرف ناسخ اكتبها عندك بقى اكتبها عندك في الورقة اللي انا بقولك معايا النهاردة انت خدت معلومات كتير النهاردة سجل عسا ممكن تكون حرف ناسخ وده امتى مستر بقى اذا اتصل بها ضمير في محل النصب تاني اركز معاكم عسا تكون حرف ناسخ اذا اتصل بها ضمير في محل النصب اللي هو دمائر النصب زي الكوم ده ده كاف ديه ضمير في محل نصب واذا كانت معايا اسم تبقى في محل القر عمرها ما تيجي في محل الرفع يبقى الضمير ده بتاع الكاف لا يمكن يجي في محل الرفع يبقى هنا عسا هتتحول من فعل الى حرف ناسخ ويبقى الكوم هتبقى اسم عسا يعني هتبقى ضمير مبني في محل نصب اسم عسا اللي هو بمعنى لعلة وبخير هتبقى هي خبر عسا اللي هي بمعنى لعلة شوف انا عمال اقول لكم ايه وتركزوا معايا فتبقى الجملة لعلكم بخير ويبقى الاختيار ابناء الطلاب يكون رفع ومعرفناش نجاوب اللي بعد ما حللنا السؤال واكتشفناه تمام يبقى اذا عساكم بخير هي اللي قال لكم بخير ان للعلم اهل نوع خبر ان هل شبه جملة هل مفرد هل جملة اسمية هل جملة فعلية هيا ابناء الطلاب ان للعلم اهل يبقى للعلم دي جره مجرور تمام وطالما جره مجرور جيه في الاول كده ما ينفعش نقول عليه مبتدأ ده هنا حصل شيء في تقديم وتأخير الخبر ان شبه جملة طب وفين الاسم اهلو تمام ان للعلم اهله يبقى فعلا اهل دي اسم انه مؤخر وللعلم ده الخبر المقدم على المبتدأ اللي هو اسم انه اهله طيب شوف السؤال اللي جاي ليتم المصريون متحدون ولايتم المصريين متحدون وبيسألنا عن نوع ما هو الجملتين كده صحيحة انستر تمام الجملتين صح طب ايه اللي صح فيهم بقى تمام ركز كده معايا هنا ليتم المصريون ادي ليتا اللي هي حرف ناسخ وجي وراها المصريون الجملة المصريون المتحدون فلما جات ليتا بقت ليتم المصريون متحدون وليتم المصريين متحدون هل يجوز كده اه فعلا يجوز مع ليتا تبا اذا ما ما الكافة تتصل بليتا وإن نركز ونكتب معنا في الورقة اللي معنا الطلاب أنا أقول لكم الأول الحصة النور ده الحصة قوي جدا ويكون معك وراء وقلم وتسجل عندنا دلوقتي ما ما الكافة اتصلت بإن تكفه عن العمل إنما المؤمنون أخوة إنما المؤمنون ما بتعربش المؤمنون اسم إن لابتعرب مبتدأ ليه لأن ما كفت إن عن العمل طيب ما الكافة تتصل بإيه تاني تتصل بلايتا هم دول تتصل بهم ما إن وليتا بتكف إن عن العمل تماما وبالتالي بتخش على جملة فعلية إنما يخشى الله من عباديه العلماء إنما يخشى دخلت على فعل تماما ابناء الطلاب وما عليتا بقى يجوز يجوز الحالتين يجوز النصب يعني إعمالها كحرف ناسخ فينصب ما بعدها ويجوز كفة عن العمل ويعرض ما بعدها مبتدأ وليه كافة والثانية زائدة إن ليتما كفت عن العمل فمشتغالة إنما ليتما إن المصريين فبقت اسم ليتا فأصبحت الما هنا زائدة علمت أن الطالب في شدة أن الطالب من شدة إعراب كلمة الطالب على الترتيب علمت أن الطالب في شدة اسم أن أما أن الطالب من شدة أن هنا يا ابناء الطلاب بمعنى تألم أن هنا فعل فعل يا ابناء الطلاب مش حرف طبعا ده أنا عارف دلوقتي أن أنت ستقول استسطر عمال يجب لنا فعل يشتغل حرف والحرف بقى فعل في حصة النحو النهار ده يعني كانت معانا عسى وكنا واخدينها فعل اتحولت النهار ده لحرف وأن اللي هي حرف اتحولت النهار ده لفعل طيب وال السبب أو المعيار اللي احنا شغالين عليه هو الفهم هو فهم الجملة أن الطالب من شدة يعني أي تألمة كل مما يلي من مواضع كسر همزة إن عدد يا طرأ ايه اللي مش موضع من مواضع الكسر هل الالف به جيم دال يعني كسر الهمزة بس ما عدد آه صراني أن الطلاب متفوق أن سراني أن إنما والله يبدأ القسم أخبرني مثل قال أقف حيث بعد حيث يليس ان دي كلها مواضع كسر إنما سراني أن الطلاب متفوقون إذن المصدر المؤول أن الطلاب متفوقون تمام أبناء الطلاب لبدا موضع لفتح همزة أن كلهم مما يلي من مواضع عمل لان نافير الجنس عدا إذن عندنا ثلاث جمل فيهم عمل لان نافير الجنس جملة لا تعمل لان نافير الجنس تمام نشوف كده ألا دور لك في الحياة لا فاعلين الخير منبذون لا رجل في الدار لا الكاذ المحبوب ولا المنافق يا طرح هذا الموضع اللي احنا نقصده هنا إن لانا فيها الجنس غير عاملة هو ألف أم باء أم جيم أم دال لانا فيها الجنس لا تعمل فقركم بالشروط العمل الشروط العمل إن كانت لانا فيها الجنس بيجي اسمها هم اسمها نكرة وبيجي متصل معليه مباشرة غير مفصول عنها لا الكاذب محبوب ولا المنافق وهنا اسم لا معرفة فلا غير عاملة شوف كده لا رجل في الدار ولا امرأة لا في الدار رجل إعراب كلمة رجل على الترتيب تمام الأول لا اسم لا مبني والثانية مبتدأ مرفوع طب الثانية مبتدأ مرفوع ليه لا في الدار رجل هنا حصل ايه حصل فاصل بين لا واسمها فاصل بين لا واسمها تمام فهي اسم لا ومبتدأ يبقى هنا فاصل بين لا واسمها لا في الدار رجل لا رجل متأخر ولا امرأة لا رجل متأخرا بل امرأة وبقول لك نوع لا ايه لا رجل متأخر ولا امرأة ولا رجل متأخرا بل امرأة هيا أبناء الطلاب ده مثال قوي أعوزين تفكير نوع له هل لا هنا نافية للجنس هل لا نافية هل لا نافية هل نافية للوحدة هيا أبناء الطلاب طيب تعالوا نشوف كده أنا شديني في المثال إيه أبناء الطلاب المثال التاني لا رجل لا رجل متأخرا بل امرأة لا رجل متأخرا بل امرأة ده اللي شديني فعلا في المثال ده لا رجل متأخرا متأخرا جات منصوبة طيب تعالوا نشوف كده الإجابة الصحيحة لا رجل متأخر لا نافية للجنس عادية جدا نايت متأخر خبرها ولا مفرد رجل مفرد مبني تمام إنما الجملة التانية لا رجل متأخرا بل امرأة إيه لا نافية للوحدة وهي تعمل عمل ليس أبناء الطضاب إيه ده كمان دي تالت حاجة مستر طالة تقولهنا النهاردة إن لا هي حرف أصلا لكنك انت شغلها النهضة فعل فعلا شغلتها فعل زي ليس وليس دي فعل خدناها من أخبات كانة فليس رجل متأخرا فدي خبر ليه إيه بايزا هنا لا نافية للوحدة يعني إيه نافية للوحدة تمام إحنا بنقول نافية الجنس تنفي عن الجنس كله يعني ماقول لا رجل متأخر كل جنس الرجال نفيته التأخير عن كل جنس الرجال طيب وما لها رجل متأخرا بل امرأة هنا مش كل الجنس مش كل الرجال وده لأنها هنا وحدة وهنا كده يعني الواحد تمام مش كل الجنس ناكسه ولذلك هي ما اشتغلتش عمل لأنها في للجنس اشتغلت زي ليسه اللي هو الفعل هذا كان سؤال تسألني أبناء الطنب يوم سعيد معكم في النحو حديقة النحو ممتلأة وكنتم أنتم ظهورها أنتم ظهور هذه الحديقة بارك الله فيكم شكرا لكم كان معكم طارق العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم